مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوي سعيد الناصير يحسم في خليفة المدرب ويد الرجراجي لقيادة الويداد الريادي في الموسم المقبل قرر الويداد الريادي لكرة القدم المباشرة في البحث عن مدرب جديد لخلافة ويد الرجراجي والذي قرر عدم تجديد عقده مع الفريق الأحمر مباشرة بعد نهاية المباراة التي جمعت الويداد ضد نهضة بركانة يوم الخميس برسم نهائي كأس العرش وأكدت المصادر المسؤولة داخل قلعة الحمراء على أن مجموع من الأسماء مطروحة على طاولة الويداد لتعويض رحيل ويد الرجراجي ومن أبرز يال جنوب الإفريقي بيتسو موسيماني المدرب السابق للأهل المصري ومامي لودي صان الجنوب الإفريقي والذي يبقى الأبرز لخلافة الرجراجي بحكم أن الأخير سبق له التتويج بلقب دور أبطال إفريقيا واحتلال المركز الثالث في كأس العالم الأندية كما تضم القائمة الحالية مدربين مغاربة وأجانب يتنافسون بقول تدريب الويداد الريادي حيث يهم الأمر مدرب مغربي سبق له أن لعب للويداد ومدربين تونسيين أبرزهما معين الشعباني ومدرب برتغالي آخر وفرنسي شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله